حقق منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني رو فيتوريا فوزا عريدا على منتخب ملاوي بربعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم باستاذ دابانجو الدولي في الجولة الرابعة بالتصفية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية قادفوار 2024 بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفية بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد يليه منتخب إسيوبيا في المركز الثالث بسلاس نقاط ثم ملاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد